تعالوا بينا بقى العصير شمام من الحاجات بقى الاخر كلام هاخد التلج الاول شمامة اهي حلوة قوي ونعملها بالشكل التلج مش هضرب التلج معاها خالص ليه لان انا مجمدة الفكهة اللي عندي كلها مجمدة شمام اللي انا فرغته منها مجمدة موز مجمدة خوخ وعندي سكر وعصير برتقال يعني ممكن نستبدل عصير برتقال بالعصير الخوخ او عصير المنجا او عصير الاناناس التلاتة دول ممكن نستبدلهم يبقوا معانا حلوين جدا وشوية كاشمش كده مع توس بيكس قبل ما ابتدي لازم اصبط الطبق اللي انا هقدم فيه الاول او الحاجة اللي هقدم فيها الاول معلش وده من الاساسيات حاجات الصراحة يعني قمة الروع او قمة السهولة لو اشتغلنا فيها بسيط خالص عايزة نعلق دي المشروب عبارة عن عبارة عن عبارة عن خوخ مجمد شمام مجمد موز مجمد وهدخل معاهم التحلية حسب الرغبة وكمان السكر بتاعي ممكن اشيله خالص ممكن استبدله بالعسل ممكن استبدله بشوية جلوكوز لو انا عايزة يعني برحتي خالص بس هساعد بالمياة غير العصير هساعد بشوية مياة حاجة بسيطة لان العصير برضو سائع معايا قوي شوية اهو خل المياة بتاقي حاجاتنا جنبنا العصير وابتدي اطحن بالراحة لان الحاجات دي مجمدة خدوا بالكم الحاجات اللي احنا حطينها دي اللي هي العصير والشمام والخوخ والموز لو احنا مجمدينهم زودنا عليهم اه بدل السكر استبدلناها بالعسل حطينا كوباية عسل وكوبايتين من الزبادي وضربناهم في الكبة وحطناهم في علبة ودخلناهم الفريزر هيبقوا معانا ايس كريم طبيعي حلو جدا كوكتيل اهو زي التروبيكانا حاجة رائعة جدا يعني صراحة يلا بينا تزودوا زبادي وبدل السكر عسل بس كده واخد هنا هنار سلام عليكم اهو لان ده تلج والجهاز برضو في الاول في الاخر جهاز يعني بيعتل لو تكين عليه بزيادة لازم بالراحة يلا شايفين منظروا ده بقى سموزي هو ده السموزي بمعنى الكلم عايز اقول لكم هلاقي حاجات نزلة دلوقتي وعلى فكرة انا بحب جدا الحاجة لما بلاقيها ملغوصة كده ونزلة على الكوباية اقول حاجة ما بزيادة داقينيش خالص بالعكس بلاقيها حاجة شكلها حلو جدا بيبقى في التقديم بيبقى رائع صراحة مش حلو بس ناخد كم واحدة وتصدقوا نلغموا شوية كمان بحركات تانية وحاجات تانية